استقبل وزيره الداخلية محمود توفيق أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان الذي يزور القاهرة حاليا في إطار الإعداد للاجتماع الوزاري السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب والمقرر عقده بالعاصمة التونسية مطلع مارس القادم واستعرض لقاء تبادل الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المقرر ترحوها على جدول أعمال الاجتماع الوزاري القادم للمجلس بالإضافة لمناقشة سبل دعم وتطوير أليات التعاون الأمني العربي المشترك في مختلف المجالات الأمنية وبخاصة في ظل التحديات المتصاعدة التي تفرضها المرحلة الراهنة على إجهزة الأمن بالدول العربية من جانبه أشد وزير الداخلية بالدور التنسيقي الفعال الذي تطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تدعيم التعاون الأمني العربي متعدد الأطراف ونشر الخبرات الشراطية العربية ترجمة نانسي قنقر